من المحليات اللبنانية والعنوين الرئاسية ومجلس النواب والحكومة والتمديد لقيادة ليش بدأ انتقل للجنوب وغزة؟ بكرة جاي كاترين كولونا من اسرائيل الى بيروت صلحوا الطيارة بدو يكون مالا هي باسرائيل مالا هي على وقت راحت على اسرائيل تصلح الطيارة بس وقت كانت جاي عبيروت بالاول تعطلت المهم جاي من اسرائيل لهون لا تحكي عن 1701 ماذا عن الجنوب؟ ماذا عن 1701؟ وربطا بننتقل بعدين لغزة بذات السياق يلي حكينا عنه قبل شوي بموضوع الرئاسي وصارت معروفة وقلناها المرة الماضية يمكن بينفع عن كارير باختصار هناك محاولة تم اقول مبادرة لانه بعدها ما وصلت للمبادرة هناك محاولة فرنسية بالشغل مع الامريكيين وبالشغل مع القطريين انه اذا منقدر نواكب ما بعد غزة والبحث بما بعد غزة والبحث بما بعد الحرب في جنوب لبنان وقلنا الليلة انه 1701 صار متداعي على الارض الوقائع الميدانية لم تعد تسمح ببقاء الامور كما هي واصلا فيه طبخة عم تنطبخ فخلينا نعملها شاملة ومشن هيك تم نبش او اعادة احياء اقتراح هوكشتاين اللي حمله بابل ماضي وانه نقدم نعمل فك اشتباك كامل بين لبنان واسرائيل من البيوان الى شبعة الموضوع حنينه الفرنسيين بشكل جدي قدي بينجح في صعوبات كبيرة خاصة وانه مرح يكون معزول عن غزة نعم وهون يعني تاختصر لانه اكيد غزة اليوم الميدان صار اداة لانضاج الحلول نعم وصلنا شايفين بشكل واضح انه على المستوى الفلسطيني هناك حراك فلسطيني داخلي داخلي بين فتح حماس وهذا حكيناه من اول يوم من 8 شهر غداية الهجوم انه ينطجوا آلية فلسطينية للمبادرة للاستيعاب للتفاعل مش بالصدفة هايدي رابع مرة بيصدر موقف عن مسؤول كبير بحماس يحكي بحل الدولتين عملية البحث باعادة تكوين المنظمي منظم التحرير والسلطة والانتخابات صار امر جدي بالمقابل مش صدفة انه مدير المساعد مبارح يلطقي رئيس وزراء قطر ووين المكان له رمزية باوسلو وبالتالي اللي كنا عم نقوله من قبل انه ممكن العودة الى قبل 93 كذلك الامر انطلق بالوقت يلي الامريكي يلي راعي هذه اللعبة كلها سوا مستعجل مضغوط جو بايدن عنده بعد اسابيع قليلة خطاب الاتحاد قدام الكونغرس ما فيه يطلع يقول انا عملت كارثة باسرائيل وباوكرانيا بحاجة لانجاز خلال اسابيع قليلة من بعد عنده انتخاباته وبالتالي كل الامور دافشة باتجاه حل ما يعني بتتوقع يكون سريع يعني حسب ما بدايته بدايته يجب ان تكون خلال كنون التاني طيب قبل ما انتقل احكيك عن غزة يعني حسب المعطيات ايضا يعني بعض المعلومات تقول ربطا بموضوع التواصل بين الجنرال جوزيف عون ورئيس تيار المردة انه قال اجا هيدا التواصل بمبادرة من الرئيس مئاته يعني نصح قائد الجيش بانه يتواصل مع سلامان فرنجية حتى يتسهل موقف فرنجية من التمديد مش مستبعد مش مستبعد في عندك معلومات علاقته جيدة لا انا بعرف انه علاقة الرئيس مئاتي معروفة علاقته للرئيس مئاتي جيدة بفرنجية وبقائد الجيش نعم ممكن يكون لعب دور ممكن بس مش اكيد يعني ما عندي معلومة برأيه هلأ ممكن بس ولا ماذا كان في قطيعة يعني هلأ في مناسبات يمكن كلها كانت حزينة قائد الجيش كان دايما موجود حد رئيس طيار المردة بكل المناسبات يلي ما رأيت زيارات المفادين من الطرفين لم تنقطع والناس بيعرفوا مين كان عم بيزور مين من قطعت الاتصالات الالتباس الوحيد اللي حصل هو وقت اللي كان وزير الاشغال مشال نجار وطرح موضوع الترسيم البحري ويومتها نعمل حملة بموضوع الترسيم وتوقيع تعديل المرسوم ستة أرعة ثلاثة ثلاثة ضد الوزير نجار البعض من عند رئيس طيار المردة فكر انه إيادة الجيش وراء الحملة بعدين نتوضحه ونعرف مين كان نعمل الحملة فمشن هيك ما كان فيه لزوم لوساطية وكان الاتصال دائم ومباشر هذا أخذ الموضوع التوضيح موضوع الخط تسع عشرين أخذ حيز يعني نعم يعني جزء من توضيح الاشياء له علاقة بيطاي هذا بالجلس يعني بيطاي التباسات الخط تسع عشرين وموضوع مشال نجار وغيرها بدي أختم معك بموضوع غزة والجنوب بفتكر انه إذا بدنا نحكي عن الالفين وتلاتة وعشرين كعام مرأ يمكن غزة هي علامة فارقة بالعام الفين وتلاتة وعشرين وسبعة تشرين الأول علامة فارقة بهالعام وبتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي صحيح؟ مش بس بثلاتة وعشرين ماذا عن مستقبل هذا الطوفان طوفان الأقصى ولوين نواصل لوين رايح؟ هلأ يعني بدك بعدنا محكمين بالثلاثية الميدان الموقف الداخلي الإسرائيلي والموقف الأمريكاني هل حصل تطور بالموقف الأمريكي خصوصا مع مجيء سوليفن إلى إسرائيل؟ أنا بتقديري ما في تعديل له هلأ بالجدة برغم الانتقادات العلنية اللي عملها بايدن بس ما في تعديل جوهري لا بسقوف الزمنية للعملية ولا أنه عم يقله خطوط حمر إلى آخره ولذلك أنا بتصور العملية العسكرية مكملة أنا مش يعني بعدنا عم بقول أنه بيقى يعني عم نحكي عن أسابيع وربما تاخد أشهر أنا ما شايف العملية رح تنتهي واضح أنه الضغط رح تاخد أشهر بس خلال هذه الأشهر رح بيضل المعارك ما هو هلأ حتى المشكلة حتى المشكلة وين صارت جورج؟ هلأ الإسرائيلي كنا عم نحكي المرة الماضية أنه فتح دق الباب الإسرائيلي على موضوع الهدن والتبادل الأسرة وبتعرف هلأ التقى القطريين والإسرائيليين بأوروبا صار في لقاء المعضل اللي هلأ واقف عندها الإسرائيلي وهي قصة يعني مهمة أنه عملتها حماسي المبادرة بيد حماس بالموضوع عم بتقول حماس أنه أي بحث بعملية بصفقة شاملة لتبادل الأسرة يجب أن يكون ممر الإلزامي وقف إطلاق النار مش أنك تعمل لي هدنة ونعمل عملية تبادل وترجع تاني يوم وتخبط فيه وتأتل وتعمل مجازر حطت سقف بالسياسي حماس أنا برأيي سقف كتير مهم حطته المعطيات الميدانية من موضوع باب المندب اللي عم بيعملوه الحوثيين الحكي عن تحالف دولي هدا التطور الكبير شركات التأمين كيف عم تتصرف مع هدا الموضوع الشي اللي صار من كم يوم قصة التات الجنود اللي عم بيحاولوا يرفعوا رأي بيضة وكيف أتلوهم الجيش الإسرائيلي الجمعة اللي قبلة لأحد الجنود اللي كانوا عم بيحريروه وهنوا عم بيحاولوا يحريروه أتلوه هدا صدى هدا الموضوع داخل المؤسستان السياسية والعسكرية داخل إسرائيل المعظم الخسائر اللي عم بيمنية بها الجيش الإسرائيلي من سبعة تشرين لليوم معظمة بشمال عم بيحكوا هني رسميا مش بالضرورة يكون دقيق الرأم هني صار عم بيحكوا عن حوالي 450 قتيل فيهم 107 ضباط معظمهم بالشمال وآخرهم قصة الشجاعية يعني بعده عم بيقاتل بالشمال الإسرائيلي قوة الضغط وقوة الدفع الأساسية بالشمال في تطورات عنا عم بتصير يعني بالميدان بجنوب عم نشوف حجم الغارات الإسرائيلية اللي عم بتدمر أحياء بكاملة بالمقابل عم نشوف أسلحة نوعية عم يستخدمها الحزب بس مبارك نتوسع من جهة استخدم الحزب قصة المسيرة الهجومية اللي كان الإسرائيلي يمكن بعتقد بمطقة مرقليوت عم يجرب يعمل تجمع جديد وهو منطقة غير قادرة يعني عين المقاومة على رصدها بالمباشر وبالتالي السؤال كيف قدروا يعرفوا أنه بهاي المنطقة عملوا تجمع جديد الإسرائيليين وتم استهدافه واعترفوا الإسرائيليين باستهدافه وقالوا أنه سقط جرحة ما قالوا سقط قتلة في مجموعة معطيات عم بقول إلع علاقة بالميدان اللي عم نشوفه بهالفترة هؤدي عناصر أنا برأيي إلع علاقة بتحديد التطوء يعني إلع علاقة بأنه نشوف أيمتى الإسرائيلي بدوين وجع أكتر تيبلش حدا يحط له تسل له تينزل عن شجر العامل الثاني هو عم نقول العامل الأمريكي أنا مش شايف لهلأ أنه العامل الأمريكي وصل لمرحلة فيقول أنه نقطة على سطر علما علما أنه أنا ما بالسبع دي روح نتنياهو على مواجهة مع الأمريكيين حول موضوع وقفة للنار لأنه يمكن بالنسبة له بترجع بتعومه أكتر فأكتر لأنه عنده معضل الأمريكي مثل ما عنده إياها الأوروبي أنه بديل نتنياهو رح يكون بين يتراوح بين يمين وسط أو يمين متطرف ما عنده حل تاني ترجمة نانسي قنقر